مسكن، مهدق للكحة، غير مسبب للإدمان، آمن على الأطفال، ولا يسرف برشدة الطبيب تخيلوا إن ده كان الإعلان اللي اتعمل عن الأفيون في أوروبا في القرن التسعتاشر يا ترى إيه قصة الأفيون؟ والناس بتحس بإيه لما بتاخدوه وبياخدوه إزاي؟ كل حاجة محتاجين نعرفها عنه في الحلقة دي أهلاً وسهلاً بيكم يا رب بتكونوا في أحسن صحة وأحسن حال تعالوا نعرف إيه هو الأفيون؟ الأفيون مادة مخدرة بتستخرج من نبات الخشخاش وبتستخدم في صناعة الهيروين اللي هو يعتبر المخدر الأقوى على الإطلاق طيب الأفيون ده بيستخرجوه إزاي؟ أول حاجة الكابسولة بتاعت نبات نفسها بيتم تشرحها من وهي على الشجرة وبالذات في الصبح بدري يعني يبقى فيه مواعيب معينة وبتطلع مادة لازجة كده لونها زي أبيض فاتح ومع تعرض الهواء بتتحول للون الأصفر وبعدين اللون الأصمر الأغمأ بكتير طيب الأفيون بيحتوي على مجموعة جبيرة جدا من المواب من أهمها أول حاجة المورفين اللي بيتم صناعة الهيروين منه تاني حاجة الكودايين اللي هو بيدخل في عدد كبير جدا من أدوية الكحة ومادة تاني اسمها ناركوتين طيب بالنسبة للشخص اللي بيدمن الأفيون يا ترى هو بياخده ليه وبيحس بايه وبرضه بياخده ازاي الأفيون أصلا بيستخدم كمخدر قوي جدا ومسكن في حالة العمليات والسرطانات وعلشان كده الشخص اللي بيتعطاه وبيزود الجرعة بتاعته بيحس بنوع من أنواع النشوة الرهيبة جدا وبيبقى مبسوط وبينفصل عن الواقع بالكامل وبيعيش حالة انسجام مع نفسه وده اللي بيخليه طول الوقت ياخد الأفيون عشان يبعد عن الناس ويعيش طول الوقت حالة نشوة ويبقى مفصول عن الواقع بشكل كبير جدا طيب بالنسبة لطرق تعاطي الأفيون وازاي ناس بتستخدمه علشان تشعر بأكبر قدر من التخدير وانهما ينفصلوا بالكامل عن العالم الواقع فيه ناس بتدووا بالأفيون في القهوة وبتشرب قهوة تخيلوا قهوة بالأفيون فيه ناس تاني بتاخدوا كأنه استحلاب يعني زي الملبس فيه ناس تاني بتضربوا حقن تحت الجلد وفيه ناس تاني علشان يزودوا جرعة الأفيون وكأن الأفيون مش كافي بيخلطوا بنوع من أنواع الحشيش وبيستخدموا في التدخين بيدخنوا كده حشيش زائد أفيون فتخيلوا كمية المخدرات الفضيعة اللي بتبقى موجودة في جسمهم طيب إيه هي أعراض إدمان الأفيون أو إزاي أعرف أن الشخص ده مدمن أفيون ولو إنت كنت بتاخد أفيون إزاي تعرف أن إنت وصلت لحالة متقدمة أو حالة خطيرة من الإدمان أول حاجة ودي حاجة مهمة جدا وهو ارتخاء جفون العين يعني جفون العين دايما كده بتتكسر والمدمن مش بيقدر يرفع جفون عينه على سبيل المثال لو شخص مدمن وهو بصص على الأرض وإنت كلمته مش هيقدر يرفع عينه كده ويبص لك اللي هيعمله أنه هو هيرفع وشه بالكامير ويبص لك لأنه هو مش بيقدر يتحكم في جفون عينه بسبب الارتخاء الشديد اللي بيبقى حصل لها طول الوقت تاني حاجة انخفاض درجة حرارة الجسم هتلاقي جسمه سائع جدا لأن الأفيوم بيلعب على مراكز توليد الحرارة اللي موجودة في جسم الإنسان وبالتالي حيبقى طول الوقت جسمه بارد جدا جدا تالت حاجة عدم الشعور بالقلم وهو أنه هو مش هيحس خالص بالقلم يعني لو كان في خناقة وقدامك ولد اتحن ضرب لدرجة أن انت نفسك يعني صعب عليك الموقف واستغربته وازاي ما عيطش أو ما حصلوش حاجة ده أكيد بيتعطى نوع من أنواع المسكنات القوية والأفيوم بطبعه معروف أنه هو مسكن قوي جدا علشان كده هتلاقي الولد مش مستوعب وممكن يضحك بعدين وكأن ما فيش حاجة حصلت وده بسبب المسكن القوي جدا اللي هو بيتعطى اللي هو الأفيوم تاني حاجة من أهم أعراض إدمان الأفيوم وهو التبول اللا إراضي هتلاقي الشخص اللي بياخد الأفيوم طول الوقت عنده تبول لا إراضي في حاجات تانية زي ضيق حضقة العين والتهاب وحمرار شديد شعور على طول بالغسيان والقيق ده غير أنه هو هيبقى زيادة إفراز في اللعاب طيب بقى بالنسبة لوش المدمن وش المدمن هتحس فيه شحوب شديد جدا في الواجهة الشفايف لونها أزرق فيه طفح جلدي ودايما عايز يغرش ده غير التعرق الشديد يبقى دي كانت علامات إدمان للأفيوم واللي هتلاحظها على أي حد من مدمنين للأفيوم طيب نيجي للأضرار والأضرار بتنقسم للتلات أنواع من الأضرار أضرار على الجهاز العصبي وأضرار على الجهاز الهبي وأخيرا أضرار على الجهاز التنفسي نيجي الأول حاجة وهي أضرار الأفيوم على الجهاز العصبي الشخص المدمن للأفيوم بيبقى عنده بطء في الإحساس بالمؤسرات الخارجية وبطء أنه هو يفكر وبطء في أنه هو ياخد القرار على سبيل المثال معظم الحوادث الكبيرة اللي بتحصل بيبقى بسبب مدمنين ومدمنين الأفيوم دول يعني ليهم وضع خاص لأنه هو من كتر ما هو بيبقى بطيء في التفكير ومش عارف ياخد قرار بيبقى هو قدامه عربية وحتدخل فيه خلاص وهو مش قادر ينقل رجله من الدواسة بتاعة البنزين لدواسة الفرامل بسبب أنه هو في حالة بطء وإحساس بكل المؤسرات الخارجية وعشان كده بتحصل عدد كبير جدا جدا من الحوادث تاني حاجة وهي أضرار إدمان الأفيون على الجهاز الهابني زي ما قلنا طبعا بيبقى فيه تبول لا إراضي بيبقى كمان فيه حالة إمساك شديدة جدا جدا ده غير إنه هو بيبقى فقد الشهية وهزال عام على كل الجسم بيبقى بيخص بشكل مبالغ فيه جدا تالت حاجة وهي أضرار إدمان الأفيون على الجهاز التنفسي بالنسبة للجهاز التنفسي بيحصل ضيق شديد جدا في التنفس وصوت شخير عالي جدا جدا أثناء النوم ومش بس كده ده لو هو زود الجرعة بيحصل ضيق حد جدا في التنفس بيؤدي إلى الوفاة تاني حاجة مدمن الأفيون ضربات قلبه طول الوقت بتتحول من إنها تبقى سريعة قوي لبطيقة وسريعة جدا وبطيقة ومع عدم انتظام حركة تعضلة القلب ممكن يحصل وقوف مفاجئ لعضلة القلب نيجي الأهم جزء في الحلقة وهو علاج الإدمان من الأفيون إزاي المدمن بتاع الأفيون نقدر يتعالج منه أول حاجة بدون إرادته وإن هو الشخص يبقى عايز يبطل إدمان مش هيقدر يعمل أي حاجة حتى لو كل الناس نصحته لازم هو من الأول يبقى عنده الخطوة وده هيحصل لما يشوف قد إيه حالته بتسوق وقد إيه بيخسر من صحته ومن كل حاجة ومن فلوسه علشان يقدر يوفر طول الوقت الأفيون أول حاجة لو الشخص كان مدمن من فترة ريبة أو هو بيضمن حاجة بسيطة يقدر إن هو يوقف التعاطي بتاعه وكده بيحصل عملية طرد للسمو من الجسم وتحصل عملية ديتوكسيفيكيشن للجسم كله وبالتالي الجسم يحاول يتخلص من أثر الأفيون طيب بالنسبة لو الشخص كان مدمن أفيون من فترات طويلة بنستخدم أدوية مضادة لتأثير الأفيون والأدوية دي لو أنت بتاخد الأفيون بدل ما كنت بتحس بمتعة كبيرة هتحس بمتعة أقل لأن الأدوية دي بتضادف تأثيرها تأثير الأفيون زي مثلا مضاد نالتروكسين ده لما الواحد هياخده حيلاقي إن هو حيبدأ يحس بمتعة أقل وفي نفس الوقت إن هو حيبقى أفضل علشان يقدر يحاول يعني يبعد عن تعاطي الأفيون لكن يمكن المشكلة الوحيدة اللي حتقابلنا إن هو أعراض الانسحاب في الطريقة دي بتستمر الفترات طويلة طيب دي طريقة فيه اختيار تاني إن هو ممكن يستخدم حاجة اسمها أفيون آمن زي الميسادون الميسادون ده يعتبر يعني أفيون آمن وفي نفس الوقت مش بيدي نفس الإحساس بتاع الأفيون خالص ده بيقلله بشكل كبير وبيقلل الإحساس بالألم وده بيستخدم في مراحل العلاج الأولى وما ننساش إن مضمن الأفيون محتاج جانب نفسي زائد الجانب الدوائي مهم جدا جدا أول حاجة لازم الأهل والصحاب يعني يشجعوه ويساعدوه إن هو يطلع من الموضوع ده تاني حاجة لازم يبعد بشكل كبير جدا عن صحابه اللي كانوا بيشدوا للموضوع ده أو حتى الأماكن اللي بتفكروا بالحوار ده في حاجات تانية اللي هي جلسات العلاج الاجتماعي بيبقى مجموعة من الناس بتقعد وبتحكي عن مشاكلها وكل واحد بيقول إزاي يتعافى من الإدمان وبالتالي بيشك على الشخص اللي قدامه آخر حاجة جلسات علاج فردية بيكون فيه شخص مختص بيعد مع المضمن ويسمع منه يعرف منه هو إيه اللي خلاه يدخل في الطريق ده وبالتالي يعالج الموضوع من جذوره علشان ممكن الشخص يتعالج ويرجع لنفس السبب اللي خلاه يدمن ويحصل انتكاسة فعشان كده جلسات العلاج الفردية مهمة جدا جدا وطبعا في النهاية أفضل يكون علاج الأفيون تحت إشراف طبي علشان الدكتور بالزبط بيحدد الجرعات وبيقولك تاخد قد إيه في وقت قد إيه وبيساعدك وبيشجعك لكن ممكن الشخص مع نفسه يبقى الموضوع صعب شوية غير لما يبقى مع دكتور يشجعه وناس تحاوته كده وتسنده في مشواره مع العلاج من الأفيون أتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنشره مع صحابكم علشان تعوم الفايدة على كل الناس وخالص أمنياتي بالشفاء والقوة لكل محاربين الإدمان في كل مكان باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة